اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأغزرهم علما مقيم على الأثر تقدم الحديث عن هذا البيت وأن مراد المؤلف منه أن المعتد به في أهل العلم هو ما كان موافقا للأثر لا كثرة الاطلاع أو كثرة ما يذكره العبد من الفوائد من كتب من هنا وهناك أو خبرات أو نحو ذلك وإنما هو من العلم الذي هو من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين بهذا تعرف غزارة علم العبد ويعرف أنه من أهل العلم بحق وحقيقة فالانتساب العلم إنما يكون بناء على هذا الاسم العلم فالألف واللام هنا للعهد الذهني أي العلم المعروف الثناء على أهله وحامليه العلم الذي جاء الحث عليه في الكتاب والسنة هذا هو العلم ليس مطلق العلم ولا أي علم هو المرضي والذي يختار طريقة وليس هو أي علم الذي يميز به الأغزر علماً من غيره فرب عبد ليس عندهم الاطلاع ما عند فلان وفلان إلا أنه هو أغزر علماً أي أكثر علماً بالكتاب والسنة وأكثر علماً بسبيل المؤمنين وهذا هو العلم الذي فيه نجاة العبد وهو العلم الذي جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة فكل علم أثني عليه في الكتاب والسنة فأصله العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى علم الشريعة وإنما قلنا هذا لأننا في زمان نسمع في من يثنع العلم ويحث عليه ثم إذا به يتكلم عن علوم الحياة الدنيا ويعز تخلف الأمة وتقهقر الأمة وذل الأمة وهزيمة الأمة إلى أنها لم تتعلم كذا وكذا وكذا من علوم الحياتية وأنها لم تتنافس مع الغرب في علم كذا ومع الشرق في علم كذا وهذا جهل عظيم بحقيقة نصر هذه الأمة هذه الأمة إنما تنتصر عندما تتعلم أمر ربها سبحانه وتعالى عندما تتعرف على خالقها جل الله وفعلا عندما تقوم له بحقه سبحانه وتعالى وتتبع نبيها عليه الصلاة والسلام عندما تنتصر وإن كانت في علوم الحياة الدنيا تملك شيئا يسيرا لا يؤثر هذا عليها وتأملوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان في زمانهم حضارات كبيرة جدا قائمة حضارة الروم وحضارة فارس وحضارة الهند وحضارة السند كانت هناك حضارات كثيرة جدا وكانت هناك موروثات من حضارة اليونان ونحو ذلك ومع هذا لم يلتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام بل أخذ يعلم أصحابه القرآن والسنة ويحملهم على التنافس في هذا العلم وضبطه فإنما النصر في ذلك وإنما الحياة الطيبة في ذلك وإنما السعادة الحقيقية وانشراح الصدر في ذلك وهذا ما جرى لهم رضي الله عنهم أجمعين تحقق لهم وعد الله سبحانه وتعالى لما حققوا شرط الله جل الله فيه ثم بعد خدمهم فارس والروم ثم بعد ذلك فتح الله تعالى عليهم فصار فارس والروم عالى عليهم لماذا؟ لأن أصل كل علم موجود في الكتاب والسنة حتى هذه العلوم الحياتية المحمود منها أصله من الكتاب والسنة بل الكتاب والسنة يوقفك على علوم لم يكتشفها العالم بأسره إلا في هذه الأزمنة المتأخرة تفاصيل دقائق علم الجلوجية فيما يتعلق بعلم الجنين فيما يتعلق بعلم السحاب ونزول المطر فيما يتعلق بعلم الجبال وأوتادها وأشكالها وألوانها وكهوفها ووعارها إلى غير ذلك أصل هذه العلوم في كتاب الله تبارك وتعالى وإذا الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لكن فرق كبير بين أن يفتح العبد في هذه العلوم بعد أن فتح عليه بعلم الشريعة عندها سيتعامل مع الكون التعامل الصحيح ويستعامل مع هذه العلوم التعامل الصحيح وسيقيمها التقييم الصحيح لن يطغى بها ولن يجعلها تطغى على أصل العلوم القرآن والسنة وإذا ضل البوص له ضلت سفينته والعياذ بالله فصار يعتد بعلوم الحياة الدنيا وينسى الكتاب والسنة بل صارت هذه العلوم تقطعه عن الله عز وجل بينما الأصل في أن تعرفه على الله أكثر وأكثر يعني ينبغي ينبغي أن يكون من عنده علم في الطب أن يكون من أتقى عباد الله ومن أعبد عباد الله ومن أعرف العباد بالله لأن الله تعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي إذا نظر عبد في نفسه استبصر فهذا يرى دقائق هذا العلم وكيف خلق الله جل وعلا هذا الإنسان وكيف ركبه وكيف تجري هذه الدقائق وهذه الأنزيمات وإلى غير ذك ما يسمونه بعلم الطب اليوم ومع هذا نجد أن كثيرا من هؤلاء من أكثر عباد الله بل فيهم ملاحدة وزنادقة لا يعترفون بوجود خالق أصلا نسر الله العفو والعافلة السبب أنه علم صار مقطوعا عن الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه فصار رزية على صاحبي وصار هذا العلم ترسانة تدمر بها الأمم الآن وتذاق بها الأمم الذل الناس يظنون أن ما هم فيه الآن رحمة من كثرة المستشفيات كثرة الصيدليات كثرة الأطباء هذا غير صحيح يا إخوان هذا أمور مفتعلة يا إخوان هذا أمور مفتعلة حقيقة عذبت الإنسان أكثر وأكثر صارت علم الآن تجارة هذا الطيب صار تجارة وصار إصر وأغلال على العباد وين لعبد يكتشف علاجا ناجعا جذريا لمرض معروف مشهور هذا يقتل ممكن يقتل من قبل إساسة الماسونية في العالم ممكن يقتل لماذا؟ لأنه سيعطل شركات لتصنيع الأدوية هذه وتصنيع الأجهزة المتعلقة بهذا الدواء والمستشفيات تسحب آلاف بالملايين من الدولارات لهذه الأدوية التي تعالج كذا وكذا وكذا هذه تجارة عظيمة قامت عليها دول في اقتصادها وحظم اقتصادها قائم على ذلك فصارت هذه بدلاً تكون رحمة العباد صارت نقمة على العباد والعياذ بالله مع أن مادة هذه العلوم أخذها من هذه الأرض التي بث الله تعالى فيها ما يصلح العباد وإذا سألت أي شخص ممن يهتم بهذا العلم سواء كان قرأ الصيد لها وقرأ الكيمياء الحيوية وقرأ عموماً كيفية استعمال الدواء واستخلاصه تجد أنهم كانوا يجوبون الفيافي والقفار يبحثون عن من يا إخوان؟ يبحثون عن صحاب الطب الشعبي الذي نسميه عن طب الشعبي الذي يتنكر له الآن ويحارب حرب عظيمة يأتون إليه إلامرأة مشهورة في البلدة بأنها عندها بعض العلاجات لبعض الأشياء هذا الكلام يحدثنا به أحد المتقدمين في هذا المجال وهو يقص علينا قصة اكتشاف هذه الأدوية أو طريقة تصنيع هذه الأدوية فيقول يأتون إلى هذه المرأة المسكينة وإلى هذا الرجل المسكين يسألونه إذا جاءك شخص عنده صداع ألم في الرأس ماذا تعطيه؟ قال أقطع من هذه العشبة وأغليها وأسقيه يقول يذهب الصداع يأخذون هذه العشبة ويذهبون بها إلى بلادهم ويعاملون بمعاملات معالجات معينة وفي معامل التقطير حتى يفصل المركبات التي تتكون منها هذه العشبة ثم يأتون بذابة أرنب أو نحو ذلك ويعطون مثير للأعصاب للصداع أو نحو ذلك فيبدأ يتلوى ويتألم فيعطونه من كل ما استخلصوا هذا المعمل التقطيري هذا جرعة جرعة حتى يقفوا على المادة الفعالة في هذه العشبة خلاص وجدوا الكنز بعد ذلك يعطون هذه المسكينة جرينيماك ينسى الموضوع ويذهبون إلى بلادهم يزرعون مناطق شاسعة جدا من هذه العشبة ويقيمون معامل تقطير ضخمة يستخلصون هذه المادة ثم يضعون لك في شكل شراب مع شوية سكر ولون أو في شكل حبوب معها غطاء سومال كوتينج مع شوية لون وكذا ونكهات وتباع لك بالمبالغ الباهظة وهي العشبة التي في بلدك هنا موجودة لكن الآن خلاص صرنا أسرى لهذه الحبوب الآن نحن ولهذه الأدوية لن لو قلت لها هذه العشبة هي نفس المفعول ما يقبل يقول لا 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 إبد من الصيدلية ولا أبد من كذا أو لا بد من كذا وجه الله سبحانه وتعالى جل الله في علاء بل تعلقت القلوب حقيقة بالأقدمات الأن أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى جل الله في العلاء حتى إنه تجد الإنسان يأخذ إلى الطبيب محمول على كتفي رجلين تخط قدمه في الأرض فيدخل بالكاد إلى الطبيب ويجلس بالكاد على الكرسي أو يمدد على سرير الطبيب ويخرج من عند الطبيب مبتسم تقول ها كيف يا فنحن يقول لك ما شاء الله الحمد لله أحسن وهو لم يصر في الدواء بعد ولم يبتلع منه شيئا لم يتناول شيئا إلى الآن أين العلاج الآن أنه رأى طلعة وجه الطبيب فقط هذا هو العلاج رأى الطبيب ارتاح صار متحسن الآن بدأ يتحسن يعني سبحان الله صار فيه تعلق عجيب في هذا الزمن نسأل الله العافية بالعباد فالمؤلفون يقول وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر هذا هو العلم الحقيقي الصحيح الذي ينتفع به العباد في معاشهم ومعاجهم ثم قال رحمه الله تعالى وَأَجْهَلُ مَنْ تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُعْجَبٌ بعد أن ذكر أغزر الناس علما وأفضل الناس مكانة به ذكر النقيض وَأَجْهَلُ مَنْ تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُعْجَبٌ بِخَاطِرِهِ يُصْغِي إلى كل من هدر معجب برأيه تائه يلقي بسمعه إلى كل شيء جديد ينفتن به كل من هدر هدر يعني مأخوذ من الكلام الغير موزون أي غير متزن أو الكلام الذي لا طائل من ورائه أو ليس فيه كبير فائدة إلا أنه ملمع ومنمق ومزخرف فتجد ينفتن مباشرة بهذه الأقوال وربما يزداد فتنة إذا خرجت من مثلا شخص يدعى بالبروفوسير مثلا أو الدكتور فلان يزداد فتنة بذلك والعياذ بالله يُصْغِي إلى كل من هدر يهرف بما لا يعرف يقبل كل ما يقال وفي الحديث الصحيق أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهذه الأمة قيل وقال هذا أمر لا يحبه الله جل وعلا ولا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بالمرئ إثمن يحدث بكل ما سمع فبعض الناس تجد الأذن تُصْغِي لكل شيء وهذه الأذن إيش مشكلته يا إخوان أذن معجبة بنفسها أي لا تميز هكذا حالة المعجب بنفسها يا إخوان تائه بعقله محسن الضم بذكائه فكلما وجد فكرة أو خاطرة أو حديثا هنا أو هناك تبناه وعظمه وذهب يقول به وإن صادم الكتاب وسن وسبيل المؤمنين وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن سوى الله العفو والعافو هذا عند المؤلف يقول هذا من أجهل الناس هذا من أجهل الناس ويزداد جهلاً إذا تعصب لجهله هذا الذي يسمى بالجهل المركب يسمى بالجهل المركب جاهل ولا يعلم أنه جاهل يتعصب لجهله من حيث لا يدري وإذا أردت أن تعلمه وقام عليك كيف أنت تعلمني أنا فلان وأنا كذا وأنا كذا وهو يجهل حقيقة ما يتكلم فيه نسو الله العفو والعافو والهذا النقيم رحمه الله تعالى يقول في النونية يقول وتعرَّ من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان هذان ثوبان تعرَّ منهما احذر أن ترتديهم وكن عاريا منهما ثوب الجهل وثوب التعصب ولذا كانوا يقولون الرجال أصناف رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فهذا عالم فاسأله ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فهذا ناس فذكره المعلومة عنده ولكنه تطاول عليه الأمد فيه أي سواء بتعليمه أو باستعماله فنسي المعلومة إذا ذكرت أو تذكرها ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فهذا مسترشد فأرشد فأرشده هذا جاهل لكنه يريد أن يتعلم فاعلمه لا تُعنِّفه علمه ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم قال فهذا جاهل فامقته وينسب هذا إلى علي رضي الله عنه هذا من أجه العباد تجده تائه بنفسه معجب برأيه وفي نفس الوقت هو سميع يسمع ولكن الله تعالى يقول في ذنب أمثال هؤلاء وفيكم سمعون لهم والله جل وعلا عندما ذكر شنيع وقبيح قول اليهود وأهل الكتاب والمشركين في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو أذن ما معنى هو أذن؟ أن يصغي لكل أحد ويسمع من كل أحد ويقبل كل قول ويتبنى ويدافع عنه أذن هذا أذن قال الله تعالى قل أذن خير لكم أذن يسمع لكن يسمع ماذا؟ يسمع القرآن يتنزل غضاً ندياً يأتي به جبريل عليه السلام من الله تعالى إلى محمد عليه الصلاة والسلام يسمع الحكمة ويقول بها عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ولذن الله تعالى قال قل هو أذن أعقى أذن قل أذن خير لكم أذن خير يعني هناك أذن شر وهي الأذن التي لا تميز فتقبل من كل من هب ودب وثم تهره فيما لا تعرف والعياذ بالله أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أذن لكن أذن إيش؟ أذن خير عليه الصلاة والسلام يسمع الخير ويأذن بفعل الخير عليه الصلاة والسلام وهذه الآية ربنا حقيقة على معنى مهم جداً يا إخوان وهو أن بعض الألفاظ المشتركة المعاني إذا خطب بها العبد فعليه أن يميز نوع الخطاب بها من السياق الذي وردت فيه فهناهم يقولون عنه أذن الله تعالى يقول هذه الصفة مجددة في كل إنسان كل إنسان أذن طالما أنه عنده حاسد السلع فهو إيش؟ أذن يعني يسمع يسمع قال الله جل وعلا قل أذن خير لكم ليس ككل أذن بل هو أذن خير عليه الصلاة والسلام يسمع الخير ويأذن بالخير عليه الصلاة والسلام أما إذا لم يؤمن اللبس ووقع الوهم فينهى عن الكلمة مطلقاً كقول العز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا واعناً وقولوا انظرنا واسمع واحد يؤدني أخوان انظرنا اشتركوا في القناة قال ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم قال يقول تعالى ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن أي من قال له شيئا صدقه ومن حدثه فينا صدقه فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا قال رؤيا معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتاده قال الله تعالى قل أذن خير لكم أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي ويصدق المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم أي وهو حجة على الكافرين ولهذا قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فذكر ابن جرير الطبر كلاما أوسع من هذا عليهما رحمة الله تعالى قال فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر إذا عرفت من هو أعلم الناس ومن هو أغزر الناس علما وعلمت من هو أجهل الناس فبقي عليك أن تتحرك أنت التحرك الصحيح طالما أنك ميزت وأصبحت تعرف هذا من هذا فعليك أن تدع قول الناس فيما كفيته بماذا كفيته بالعلم النافع والعمل الصالح بالعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد كفيت فلا تنشغل بغيره فإنك إن فعلت وقعت في استماع الزيغ وهذا يورثك الضرر والعياذ بالله وأعظمه كما تقدم معنا الضرر في الدين أن تتضرر في دينك ولذلك الله تعالى أمر عباده باجتناب هذه الخبائث من الأقوال والرذائل وحثهم على هذا وكذلك في السنة الصحيحة يقول الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ما لم يكن مهتدياً بالكتاب والسنة على سبيل المؤمنين فهذا من قول الزور والعياذ بالله فعليك أن تجتنبه وأن لا تلتفت إليه وأن لا تصغي إليه فإنك إن فعلت صرتك الذي قال عنه وأجهل من تلقى من ناس معجم بخاطره يصغي إلى كل من هدر تصبح وعاء للباطل والعياذ بالله قالوا اجتنبوا قول الزور وهو كل قول من البهتان والكذب وتلفيق الحق وتلبيسه بالباطل والتحايل عليه ولهذا أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين عباد الرحمن الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة الفرقان في أواخرها فقال فيما أثنى عليهم به والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما حالة الكرام مع اللغو أنهم لا يخوضون فيه ولا يلتفتون إليه فإن كان ثمة منكر أنكروه وانصرفوا لا يضيعون أو قاتلوا مع أمثال هؤلاء البطالين العاطلين ولا يشهدون الزور كذلك لا يكونون مخبرين بالزور ولا شاهدين بالزور ولا مجالسين لأهل الزور مطلقا بل يجتنبون هذه المجالس تماما قالوا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا مجالس الزور واللغو يُعرضون عنها مرور الأكرمين مرور الكرام وأما مجالس الذكر فيكون فيها من أصحاب السمع الحاضر والقلب الشاهد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قلب حاضر وسمع شاهد لم يخروا عليها صما وعميانا لم يتحايلوا عليها لم يعرضوا عنها لم يستكبروا عليها لم يعجبوا بآرائهم في مقابلتها لم يتعمدوا اللهو واللعب وإحداث الضجيج أثناء ذكر الله تعالى وأعظمه تعليم التوحيد والقرآن والسنة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هذا من أساليبهم يخرون عليهم صما وعميانا وقال تعالى يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وقال سبحانه في سورة القصص قال في شأن عباده المؤمنين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين هكذا يحافظون على أعمالهم يحافظون على أعمالهم يحافظون على أوقاتهم لا يلتفتون إلى هذا اللغو بل يمرون عليهم مرور الكرام يقول لا نبتغي الجاهلين هذا مجالس الجاهلين لا نلتفت إليها ولا نكترث بها وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكعون هذا وصف المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام وأيضا في الصحيح من حيث أبو يريرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث تخرصات والظنون هذا من الكذب لأن العبد يقول ما ليس بمستوثق منه وهذا نوع من أنواع الكذب إذا قلت له هذا القول الذي تنقله أنت متأكد منه يقول ما أدري سمعتهم قالوا كذا إذن هو ينقل الكذب هو أحد الكاذبين وأحد الكاذبين ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وكذلك مجالس اللغو تتضمن أكذب الحديث إذا نقبل على ماذا على الكتاب والسنة فإن فيها حفظ الأعمار والأعمال ولذا كان بعض المبتدعة يدعو بعض السلف للجلوس معه فيأبون هؤلاء صحاب جدل تضيع وقت لا يريد أن يهتدي الحق لا يسأل ليتعلم إنما هو يجادل ويكابر ويعد العد من قبل الخصومات والنزاعات ويقطع الأوقات يستمتع بهذا وتجده ما عنده حرق حقيقية لمعرفة الحق فكما قال قائلهم أحر ما عندك هو أبرد ما عندي فأنت تغضب الحق وتريد أن تبينه وتجد وتجده وتجده في ذلك وهو يتعامل مع المسألة كأنها أمر بكل أريحية ويمكن يضحأك ويستهتر بالمقال فمثل هذا حقيقة يريد أن يضيع عمرك ليملأ وقته ولهذا كان بعضهم يقول إذا لم يكن عندك شيء تعمله فلا تعمله هنا عندي ما معنى هذا يعني أنت تريد أن تملأ وقتك تملأ فراغك به تريد أن تملأ فراغك به فرغت من أشغالك وأعمالك وبقي عندك ساعات تريد أن تضيعها أي انتذى بلا فلان ينشئ مسألة أو يذكر مسألة ويجادل فيها ما تنتهون الليلة يأتي من الغد وبعد شهر وبعد سنة تجل مدة سنين وهو يأتي كل مجالس معك يفتح هذا الموضوع لماذا؟ يريد أن يجادل يريد أن يقطع الوقت هو إن شاء الله العفوة والعافية لأن بعضهم قال بالمبارك قيل قف أجادلك فقال لو أمسك الشمس قيل في تفسيرها أي الشمس أقرب إليك من هذا وقيل في تعبيرها ومعناها إن استطعت أن توقف الشمس عن الجريان اللي تأخذ من عمري فسأعطيك من وقتي وإلا فلا وقت لك عندي وكان أحمد بن سلم إذا غشي أحد أمثالها وله بعض هؤلاء قرأ قول الله عز وجل رب نكشف عننا العذاب إنا مؤمنون رب نكشف عننا العذاب إنا مؤمنون وكان من جوزي يقول أعددت لأمثال هؤلاء إذا دهموني بري الأقلام وتقطيع الورق يأتون يبدون يتكلمون ويقول يبري الأقلام يقطع الورق يجاهز فإذا فرقوا انصروا وبدأ يشتغل بكتابته مرة أخرى هكذا ينبغ الإنسان يكون محافظا على عمره ووقته قال لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر الأمر أصبح واضحا جليا في القرآن بلطف من الله جل وعلا لطف الله تعالى بعباده إذا أنزل عليهم هذا الكتاب وارسل عليهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح ماذا الأمر أوضح لنا الأمر في القرآن ما فرقنا في الكتاب من شيء فانهض بما أمر بقي أن تنهض أنت بما تعلمته من علم من هذا الكتاب العزيز من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل وفهم الصحابة رضي الله عنهم أرضا بقي أن تقوم بهذا أما أن تتعلم وتنشغل بالجدل تتعلم وتترك العمل فإنك لن تنتفع بهذا العمل إلا ما شاء الله قال وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث غوثا إلى البشر يعني يقول أما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ما يشغلك أما في الكتاب والسنة ما يقطي عمرك إلى أن تلقى الله جل وعلا العبد في كل يوم يزداد علما بجاهده والله تعالى يقول عن علوم العباد كلها وبما حوت وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولهذا كان بعضهم يتحسر أنه لم ينشغل بكتاب الله تعالى إلا في آخر عمره إما كثر يذكرون هذا إن شغل بعلوم كثيرة بكذا وكذا لكن ما كان يعطي الكتاب العزيز جل الوقت وثمرة الوقت فلما أقبل على الكتاب العزيز وجد أنه قد فقد علما غزيرا ومعاني عظيمة فأخذ يقطع باقي العمر مع كتاب الله تبارك وتعالى ولهذا فيما يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لو عرفتم ربكم حق المعرفة أو استحيتم ربكم حق الحياة لما شبعتم من كلام ربكم ويروى لو حيت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم والقلوب حية حقيقة ما تشبع من هذا القرآن تتقلم من آية إلى أخرى وكل يوم تقف على معاني جديدة هو من جراء تدبر يحصل له خير عظيم في قلبه وانشرح صدر لا يجده ما غيره من العلوم الشرعية حتى كذلك فأطلع الذين يتركون القرآن لعلوم الحياة الدنيا لأن تجد القلوب مليئة بالهم والغم بل تجد عنده آلاف ملايين الدولارات وهو كئيب تعيس حزين ما السبب يقول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى نسأل الله العفو والعافية وخلف فينا سنة نقتدي بها ننشغل بالقرآن ننهض به والسنة نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها لا نتعلم وفقط لنجلس قال محمد المبعوث غوثا إلى البشر أغاث الله تعالى به العباد وهذا قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين أغاث الله تعالى به البشر ومعنا الإغاثة هنا الإغاثة ببعثته عليه الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل إلى نور العلم من ظلمات الكفر والشرك والنفاق إلى نور الإيمان والتوحيد واليقين والاستسلام لله رب العالمين جل الله في علا بهذا أغاث الله العباد وهم أخوذ من الغيث نازل من السماء وهذا ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثالاً كما في الصحيم الحديث أبي موسى قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض أصابتها السماء هذا هو الغيث إذ تستغيثون ربكم فاستجاولكم الغيث كل من السماء يأتي الغوث والنصرة من الله جل وعلا لعباده من السماء فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي النازل من السماء بالغيث النازل من السماء المطر الذي يحيي الله تعالى به الأرض كذلك العلم والهدى والوحي النازل من السماء يحيي الله تعالى به قلوب العباد يصلح به أحوالهم بفضله ومنه وكرمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب حل بالعالم مقتل الله عز وجل ولما أرد الله تعالى أن يغيث عباده أن يرحم عباده بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكان غوثا لهذه الأمة وفي سنن الترمذي وصححه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حزن حمد بن يحيى الأباحا ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمة مثل مطر لا يدرى أوله خير أم آخره ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه والمقصود بأوله وآخره أوله النبي عليه الصلاة والسلام خيط آخره آخره المهدي عليه السلام وعيسى عليه الصلاة وأتم التسليم كذلك ستغاث بهما الأمة في آخر الزمن نقف عند هذا ونقف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى أعلم شكرا